لم يقل وجعلك سراجا مضيئا لا أحرق الناس قال سراجا منيرا لأن السراج هو الفرن الملتهب الذي يستنفذ الوقود والحرارة ويعطيك النار والحرارة والضوء هذا السراج في اللغة العربية القمر يعكس ويخفف هذا الضوء ويأتيك النور باردا تستمتع به في الليل لذلك قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وسراجا منيرا لم يقل مضيئا لأن هناك خلل علم لو قال مضيئا سبحان منزل ذكره قل الحكيم قل الحكيم هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربي تبشر سبحان منزل ذكره قل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره قل الحكيم القادر قل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم حقا إن القرآن الكريم كتاب هداية وكتاب إرشاد للعالمين وكتاب حوى من الأخلاق ومن الحديث عن العبادات والمعاملات الكثيرة والكثيرة للإنسان ولكن في نفس الوقت هذا الكتاب العظيم يدعون إلى التفكر في الكون وآياته والتدبر فيما حول الإنسان من السماوات والأرض والكواكب والنجوم وغيرها من آيات الكون ليهتدي بها إلى الخالق جل وعلا وسؤالنا في هذه الحلقة نوجهه إلى فضيلة الدكتور الباحث في الأجاز العلمي القرآن الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل هو هل وكيف نقيس المتغير على الثابت القرآن حقائق ثابت لأنه كلام الله أما العلوم الكونية فحقائق متغيرة فكيف نقيس ذلك على ذاك هذا يكون بداية حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتور عبد الدائم الكحيل نرحب بك دكتور بارك الله بكم وجزاكم كل خير بارك الله فيك على مجودك بارك الله خير دكتور كما تعودنا في كل حلقة نبدأ بهذا السؤال كيف نقيس المتغير على الثابت قبل أن نستمع إلى الاستفادة في علمكم الغزير في مجال البحث العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أبي وأصحابي أجمعين الحقيقة القرآن الكريم فيه ميزة أنك في كل زمن تقرأ الآية تفهمها وفقها علوم أو ثقافة ذلك العصر سبحان الله يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن مفهوما ليس غامضا صحيح عندما تطور العالم وبدأت تظهر الحقائق بدأ الناس يفهمون أفكار جديدة مفاهيم جديدة من القرآن معاني جديدة إعجاز جديد صحيح وهذه الميزة لا توجد إلا في كلام الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نجدها في أي كتاب من كتب البشر صحيح بدليل لا يأتي واخلقوا ما لا تعلمون نعم تطور تطور فامسك أي كتاب أولف قبل خمسمائة سنة في أوروبا مثلا لن تفهم منه شيئا صحيح وستجد فيه التناقضات والمشاكل الكثيرة علميا نعم أنا ذكرتني سبحان الله بأحد الأشخاص الملحدين الذي أرسل لي ذات يوم قال العلم يقول إن الكون كان مليئا بغاز الهايدروجين في بداية خلقه تمام والذي تشكلت منه النجوم والمجرات إلى آخره جميل وقرآنكم يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فلماذا لم يقل هي غاز لأن كلمة غاز التركيب الكيميائي له يختلف عن الدخان شوف المدخل داخل به سبحان الله نعم فالغاز لديك غاز الهايدروجين الأكسوجين الكربون أما الدخان يتركب من عناصر كثيرة السيليكون والكربون إلى آخره يعني وديه حقيقة علمية نعم فعندما بحثت في هذا الموضوع وجدت أن بعض علماء المسلمين تناول هذا الموضوع وقال في كلام العرب لا يوجد كلمة غاز فاستخدم القرآن الكلمة القريبة منها هي دخان سبحان الله سبحان الله فأرسلت له هذا الرد فقال أيعجز إلهك استغفر الله أن يأتي بالكلمة الدقيقة يعني الشيء يستفز أي إنسان يحب هذا القرآن جدال جدال فقط هذا الكلام بحدود عام 2000 وأنا كباحث يعني شغوف بلغة البحث العلمي والحقائق جميل معروف عنك فبدأت بالبحث في هذا الموضوع لم أصل إلى نتيجة لأن الحقيقة الاكتشافات كانت محدودة ولكن في عام بعد عام 2000 عام 2003 أو 4 كويس تفاجأت بوكالة ناسا ينشرون بحثا على موقعهم كويس عنوان هذا البحث العلماء يكتشفون الدخان الكوني في بداية خلق الكون بنص الدخان دخان كوسميك سموك الله أكثر يمكن أن نرى إذا أحببت هذا الدخان لك يعيش معنا المشاهد يتخيل فقط أخضرت وكالة ناسا مجموعة من الجزيئات من خلال مركبة فضائية جميل وجاءت بها إلى الأرض هذا هو الدخان الكوني سحب تمتد لتريليونات الكيلومترات على فكرة تريليونات الكيلومترات يعني انظر هذا نجم انظر كم هو صغير مقابل هذا الدخان متولد منين دكتور الدخان هذا تولد من بدايات خلق الكون عندما كان الكون نقطة واحدة ثم توسع وتشكل هذا الدخان من بقايا انفجار النجوم من بقايا أجرام كانت تستنفذ طاقتها ولكن كل هذا كان في بدايات خلق الكون بدايات خلق الكون هل مازال موجود منه أنه خلق الكون؟ موجود بكثافة هائلة في الكون سبحان الله وكانوا يسمونه السحب الغبارية يعني دست يستخدمون كلمة دست نعم عندما جاء هذا العالم إلى المختبر أيوة وأخذ هذه الحبات وقال أحضرت لكم جزيئات من الغبار الكوني كوسماك دست جميل نحللها ونكتشف تركيب هذا الغبار سبحان الله شوف فعندما وضعه على المجهر الإلكتروني الآن أصبحنا أمام حقيقة يقينية نعم يقوم بوعل أمامك مجهر إلكتروني وتشاهد نعم قال بالحرف الواحد إن هذا الغبار لا يشبه الغبار أبدا وأفضل وصف له هو كلمة سموك ويضعها بين قوسين غريبة عليهم لا إله إلا الله مباشرة قلت سبحان الله لا يعجزه بالفعل أن يستخدم الحقيقة الدقيقة ولكن جهل العلماء كانوا يعتقدون أن الكون كان فيه غاز ولم يكن فيه غاز درجين كان فيه دخان والمجرات والنجوم والكواكب نشأت من هذا الدخان الله أكبر لذلك الله ماذا قال ثم استوى إلى السماء الحديث ماذا عن بدايات خلق الكون بدايات الخلق نعم العلم ماذا يقول هذا الدخان نشأ قبل 13 مليار سنة عندما كان الكون طفلا رضيعا الله أكبر عندما كان عمر الكون 700 مليون سنة يعني طفل الله أكبر قبل 13 مليار سنة نشأ هذا الدخان جميل الله ماذا يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان في بدايات خلق انظر الإشارة الزمنية في القرآن الكريم فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح لماذا مصابيح؟ لأن هذه النجوم التي تشكلت في بدايات خلق الكون نعم يسمونها كوازارات يقولون هذه أكثر إضاءة في الكون هي إضاءة هذه الكوازارات فأطلقوا عليها مصطلح فلاش لايتس أي مصابيح كونية كاشفة والقرآن يقول ثم زينا السماء الدنيا بمصابيح نعم زينا السماء الدنيا بمصابيح وهم لم يطلعوا على آيات القرآن يا دكتور حتى يفهم المشاهد هم لا يعرفون ألفاظ القرآن التي وردت عن هذه النجوم تطابق كامل ويقولونها يعني لا أقول عفويا إنما بعد دراسات علمية سبحان الله فتطابق عجيب يعني نرى منه عظمة كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يسعون أحبتي عندما نرى ونسمع تلك الحقائق من أهل التخصص والعلم الذين غاصوا في أعماق القرآن الكريم ورأوا وشاهدوا واتطلعوا على أبحاث علماء قضوا أعمارا طويلة ولكن سبحانه من أنزل هذا الكلام على قلب رجل لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم وكان فقرا له أميته صلى الله عليه وسلم فهو الأمي الذي علم المتعلمين وهو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين صلوات ربي وسلامه عليه أنزله بعلمه يقول الله تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى إعجاز القرآن إلى أن تقوم الساعة يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقضي عجائبه ومع عجائب القرآن الكريم نستكمل رحلتنا في برنامجكم أنزله بعلمه مع فضيلة دكتور الأستاذ الباحث عبد الدائم كحيل ليمتعنا ونستكمل معه هذه الرحلة الجميلة مرحب دكتور مرحبا بكم وأهلاً وسلم يعني عايزين يعني إذا يعني سبحان الله نتكلم الآن عن أن القرآن دقيق الآية ولتعلمن نبأه بعد حين إشارة لما سيأتي من علوم يكتشفها الإنسان وقد جاء بها القرآن من مئة سنة الحقيقة لو بحثت في القرآن الكريم تجد في كل آية معجزة سبحان الله سأعطيك مثال القمر لم يكن أحد يعلم أنه كان جرماً مشتعلاً يغلي كان يغلي سبحان الله حمم منصهرة متدفقة وكان يعني يضيء قبل تقريباً أربعة مليارات سنة ونيف بدأ لظروف مجهولة كما يقولون يتبرد هذا القمر بدأ يبرد سبحان الله طيب إذن نحن الآن أمام حقيقة علمية يقينية ليست نظريات أن القمر كان ملتهباً سبحان الله وكذلك الأرض أيضاً ليس القمر فقط نعم وكذلك الأرض كانت ملتهبة نعم لأنها أصلاً الأرض والقمر والشمس تشكلت من بقايا الدخان الكوني أيه التكلمنا عنه نعم نعم ونتيجة دورانها السريع واحتكاكها بدأت تغلي بسبب درجات الحرارة الهائلة سبحانه الخالق وبدأت تتشكل هذه المجموعة الشمسية والكواكب بما فيها القمر نعم سبحان الله نعم هذه الحقيقة اليوم لا يستطيع أحد أن ينكرها لماذا؟ لأن باطن الأرض ملتهب وتخرج منه حمم منصهرة نعم وقياسات القمر تدل على أنه في داخله أيضاً حمم منصهرة ملتهبة موجودة حتى الآن نعم ولكن القشرة باردة صحيح صحيح حقيقة علمية دقيقة نعم أن القمر كان يضيء وخمد ضوءه عبر مليارات السنين جميل وأصبح جسماً بارداً مهمته فقط أن يعكس نور الشمس ولذلك القرآن في آياء تذكى قمراً منيرة نعم نعم سبحان الله الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ الحقيقة الأولى والحقيقة الثانية نحن أمام حقيقتين نعم أن القمر كان ملتهباً ثم ماذا؟ برد برد نعم وخبع ضوءه جميل الحقيقة الثانية أن القمر مهمته الآن أن يعكس ضوء الشمس يعني الشمس هي التي تعطي الضوء وهو يعكسه فقط نعم ولا يضيء هذا هو النور الذي نراه القمر لي نعم نعم الله تعالى يقول عن الحقيقة الأولى أن القمر كان جسماً مشتعلاً وخبع ضوءه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل هي القمر محونا نعم في التفسير قال محونا ضوءه المقصود محونا ضوءه يا الله على التواف وفي التفسير أيضاً يقولون كان القمر جسماً مشتعلاً يضيء ثم محى الله ضوءه هذا الكلام موجود في التفسير موجود في التفسير كل التفاسير ابن كثير وإلى آخرين جميل جميل طيب الحقيقة الثانية أين نجدها؟ أيوة قال تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً ميز بين الضياء والنور وهناك فرق بين الضياء والنور طبعاً فرق كبير نعم الضياء يعني مصدر الضوء الله أكبر والأضاء نعم أما النور هو عبارة عن انعكاس الضوء يأتيك نور خفيف ناعم لا يؤذي الضوء يؤذيك اليوم أشعة الليزر ضوء يمكن أن تحرق الإنسان جميل هذا المعنى ولكن النور لا يؤذي صح؟ سبحان الله نعم لذلك أن الله تعالى ماذا قال عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل وجعلك سراجاً مضيئاً لأحرق الناس قال سراجاً منيراً الله اخشعر الجسد ياساً مصدر لأن السراج السراج هو الفرن الملتهب الذي يستنفذ الوقود والحرارة ويعطيك النار والحرارة والضوء الله أكبر هذا السراج في اللغة العربية صحيح معروف الزيت والمثلاً شيء يشتعل نعم ويضيء نعم نعم طيب الشمس سماها سراج كيف تعمل الشمس؟ تفاعلات هيدروجين اندماجية تحدث وتعطيك ضوء وحرارة نعم القمر يعكس ويخفف هذا الضوء ويأتيك النور بارداً سبحان الله تستمتع به في الليل سبحان الله لذلك قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وسراجاً منيراً لم يقل مضيئاً منيراً كان هناك خلل علم لو قال مضيئاً سبحان الله فإذا هذه الدقة العلمية الدقة في الوصف الدقة في كل شيء في القرآن الكريم يعني كيف أنا لي أن أفسرها إلا أن أقول إن هذا القرآن يطابق العلم نعم حقيقة ثابتة نعم وعندما تتغير الحقائق لابد أن نصل في النتيجة إلى شيئين الحقيقة اليقينية هنا وكلام الله هنا تمام ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إذن لا يمكن أن نجد أي تناقض بين العلم اليقيني وبين القرآن الكريم الذي نفهمه فهماً صحيحاً نفهمه فهماً صحيحاً وهذا لا يمنع أن نجد معاني جديدة تظهر باستمرار يعني هذه الآية سبحان الله سوف يظهر لها معاني جديدة في المستقبل هذا ليس كل شيء لماذا؟ لأن الله تعالى لم يقل أريناهم آياتنا؟ أو رأيتم؟ قال سنريهم صيغة المستقبل مستقبل السين وستظل نعم طيب إلى متى ستظل يا رب؟ إلى يوم حتى يتبين لهم أنه ماذا هناك ملحد لم يتبين له أنه الحق سوف تبقى هذه الآيات مستمرارة جميل هذا التفسير الرائع وهذه الخاتمة لهذه الحلقة أن الله تبارك وتعالى سيرين آياته لكل ملحد ولكل منكر حتى تقوم الساعة ليظل القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد لا يسعنا إلا أن نقول للدكتور عبدالدائم كحية جزاكم الله خيرا وإلى الله عن هذا عن الأمة في هذا العلم الذي تقدمه والذي يكون بإذن الله سببا في أن يعرف الناس قيمة هذا الدين مسأل الله ذلك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حبة الكرام يقول الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم صدق الله العظيم شكرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يقرأ كررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا